السلام عليكم مع الاجتياح الكبير لفيروس كورونا لمصر وكل دول العالم وقصرة عدد الحالات اصبح ناس كتير جدا بتسأل هل يطرى ممكن نعالج نفسنا بنفسنا من الكورونا ولا لا الاجابة هنا اجابة بسيطة خالص اه ممكن وفي العالم كله فيه ادوية معروفة اسمها OTC on the counter مسموح العيان ان هو ياخدها بشكل مباشر من الصيدلية لكن في البداية لازم نعرف ايه هي اعراض الاومايكرون ويطرى ايه هي الفئات او الدرجات اللي احنا ممكن نعالجها مبدئيا في الوقت الحالي مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا بشكله الجديد او مايكرون اي عيان بيعاني من نزلة برد هنعتبره او مايكرون حتى يثبت العكس وبعد كده نبدأ نصدنا في الحالات من حالات بسيطة الى متوسطة الى حالات صعبة طبعا هنعالج بالتأكيد الحالات البسيطة ويطرى نستخدم مضادات حيوة ولا لا ويطرى هنستخدم كورتوزونات ولا لا انا دكتور لاشين سعد استشاري الامراض البطنة واستاذ بكلية الطب المنصورة براحب بحاكم في لقاء جديد من طبيبك الخاص في البداية احنا ممكن نقسم حالات الكورونا والاو مايكرون الى درجات او الحاجة الحالات البسيطة ثم الحالات المتوسطة والصعبة ولتسهيل الامور هنقسمهم الى فئتين فئة الامراض او الحالات البسيطة وفئة المتوسط والصعب ليه؟ احنا بالنسبة لنا كعلاج هنتعامل فقط مع الحالات البسيطة الحالات المتوسطة والصعبة ديت طبعا لازم تتحول للدكتور المتخصص طب نعرف البسيط ازاي؟ والمتوسط والصعب ازاي؟ القصة سهلة عندنا مجموعة من الاعراض يعني احنا هنقدر نعرف صعوبة الحالة من الاعراض اول حاجة بالنسبة للحالات البسيطة اعراضها ايه؟ وهي دي الحالات اللي تقدر تجيب العلاج من الصيدلية وتتعامل مباشرة مع الصيدلي ولا توجد اي مشكلة الاعراض البسيطة هي شخص يعاني من البرد وعنده احساس بالصداع الخفيف عنده ارتفاع في الحرارة ولكنه ارتفاع بسيط ونقصد بالارتفاع البسيط هنا يا جماعة ان الحرارة تزيد نص درجة او درجة بالكتير يبقى رقم واحد الصداع وارتفاع بسيط في درجة الحرارة رقم اتنين ان العيان يبقى عنده اعراض تنفسية بسيطة يعني مثلا عنده زكام ممكن عنده عطس ممكن عنده كحة خفيفة دي نقول عليها برضو حالة بسيطة ويمكن علاجها ممكن العيان يبقى عنده اجهاد ممكن يبقى عنده هبوط ولكن برضو درجة بسيطة كل هذه الاعراض الصداع الخفيف ارتفاع الحرارة البسيط تكسير بسيط في العزام كحة خفيفة عطس خفيف زكام خفيف نقول عليها اعراض متوسطة ونقدر نعالجها بالادوية اللي هتكلم عنها حالا بعد ما نتعرف على الحالات المتوسطة والصعبة مهم جدا ان احنا نفرق بين الحالات المتوسطة والصعبة عن الحالات البسيطة لان لو الحالة الصنافة على انها متوسطة او صعبة لازم العيان يتجه للدكتور لان في بعض الاحيان بتبع حالات خطيرة جدا وبتحتاج حتى الدخول للمستشفى امتى نعرف ان الحالة متوسطة او صعبة بعلامات محددة اولها الارتفاع الشديد في درجة الحرارة ونقصد بالارتفاع الشديد هنا يا جماعة ان الحرارة اعلى من 38 ارتفاع بسيط بتزيد من نص درجة لغاية درجة الارتفاع الشديد لان حالة 38 39 40 على طول ما نفكرش نوصل او نتجه للطبيب المتخصص ارتفاع درجة الحرارة مع الكورونا هي من العلامات السيئة معناها ان القصة هنا محتاجة تدخل طبيب ومحتاجة مجموعة كبيرة من الادوية المهمة رقم اتنين هو الاعراض التنفسية الصعبة او الخطيرة زي ان الشخص حاسس بصعوبة بالغة في التنفس تقول لك حاجة طبقة على سدري مش قادر اخد نفسي وبنتأكد من الكلام ده لما نلاقي اني عنده سرعة في معدل التنفس للعيان بينها تبص على سدري العيان كده تلاقي ان فيه سرعة في معدل التنفس اسرع من المعدل العادي حتى لو العيان نفسه مش اخد بالي نتأكد طبعا من الكلام ده لو قسنا مستوى الاكسجين في الدم عن طريق الجهاز البسيط ده اللي اصبح دلوقتي بسبب خبرتنا في الكورونا وانتشارها بشكل كبير اصبح متاح في معظم البيوت بنسميه اوكزيمتر بلس اوكزيمتر اللي بديك مستوى الاكسجين في الدم ونقول على الحالة صعبة وخطيرة لو مستوى الاكسجين بدأ يقل وخاصة لو قل عن خمسة وتسعين الشخص الطبيعي الاكسجين بتاعه سبعة وتسعين او تسعة وتسعين في المية حط الجهاز على واحد من الاصابع تمام وبعد كده بنفتح الجهاز بيبدأ يديك اراية زي ما احنا شايفين كده تمام اه لما بيوصل للاراية بيديك صفارة وقول لك نسبة الاكسجين كزا عندي انا هنا ما شاء الله تمانية وتسعين لما بنستخدمه برضه عشان ناخد بالنا نقص في اكتر من صبعة ونقص في الاتنين ونجيب المتوسط طبعا دي من الاعراض المهمة من الاعراض الخطيرة جدا في الكورونا ان الانسان يبقى عنده الاعراض الحاد دي يبقى عنده اصداء شديد عنده تكسير في العض شديد او عنده حالة من الاعياء الشديد دي نقول لها جماعة الاعراض الصعبة في الكورونا ما تنسوهاش اتفاع الحرارة العالي اعلى من ثمانية وتلاتين اه اعراض تنفسية حادة مع انخفاض مستوى الاكسجين في الدم حالة الاعياء او الاجهاد الشديد كل دا نقول عليه اه الاعراض الصعبة من الكورونا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هنعالج ازاي زي ما قلت احنا هنعالج الحالات البسيطة فقط اللي فيها اعراض خفيفة صدع خفيف الم خفيف شوية كحة بسيطة او اه اعطس او شوية اجهاد بسيط او اعياء محدود طيب هنستخدم ادوية ايه الادوية هنا على حسب الاعراض فلو الشخص على سبيل المثال بيعاني من صدع بسيط او ارتفاع بسيط في درجة الحرارة يا ترى هنديله ادوية ايه الادوية المفضلة يا جماعة رقم واحد في العالم كله هو ادوية البراصيتامول البراصيتامول اي ان كان شكله التجاري في عندنا في مصر في ادوية زي الادول وزي البانادول وزي السيتال وزي الابيمول وغيره من الادوية بناخد الادوية دي كمسكن خفيف وخفض لدرجة الحرارة ولها نسبة امان عالية جدا وهي الاقمن على الاطلاق بالادوية المسكنة والخفضة للحرارة يرعى هنا ان الجرعة ما تزيدش عن 2 جرام برضو بيعتمد على السنة بتكلم هنا عن شخص البالد ما تزيدش عن 2 جرام بس ممكن 3 جرام الحباية الواحدة غالبا 500 ملي جرام يعني نص جرام يعني المفضل انك تاخد 4 حبيات كحدة اقصى 6 حبيات في الـ 24 ساعة ناخد بالناك وازل ما تخلش في مشاكل جرعة ازاي ده وغيره لو الادوية دي ما تجابتش نتيجة ممكن نستخدم ادوية تانية اقوى شوية نقول عليها مشتقات الاسبريم زي الفلترين والكتفلام وزي الالفن وزي الدمرا وغيره من هذه الادوية والبروفين والكتوفان وهكذا ولكن هذه الادوية عليها علامة استفهام كل هذه الفئات من الادوية لان هذه الادوية بتعمل مشاكل في المعدة فلو شخص عنده قرحة في المعدة واحد عنده مشاكل في الكبد مشاكل في القلب مشاكل في الكلاة بتعمل مشاكل كتيرة جدا وممكن تعمل لشخص مشكلة كبيرة حتى انه بعد ما بيتعالج من الكورونا ممكن يجي لنا به التهابات شدة في المعدة ممكن تقلب بقرحة وتعمل مشاكل فيفضل الابتعاد عن هذه الادوية ولو خدناها ناخدها بجرعة بسيطة ويفضل بعد الأكل ويكون الشخص خالي من المشاكل اللي أنا قلتها لو العيان بيعاني من الزكام والرشح والعطس يبقى نستخدم أدوية بتاعة البرد اللي فيها مادة الفراسيتامول وفيها كمان أدوية المزيلة للاحتقان زي مثلا عندنا في السوق المصري فلورست زي النباسي وزي كونجستال وزي برضو بندول كولدان فلو وستال كولدان فلو وكوماتريكس وكل هذه الفئة من الأدوية هنا ملحوظة مهمة خلي بالك أن هذه الأدوية فيها مكون أساسي وهو البرسيتامول علشان ما ينفعش تاخد اتنين جرام برسيتامول أربع حبيات برسيتامول وترجع تاخد الأدوية دي لأ البرسيتامول مشترك هنا وهنا تحسب جرعة البرسيتامول وقلنا حاول ما تعديش لاتنين جرام طيب لو العيان عنده مخاط لازق في زوره أو عنده كحة بسيطة ممكن استخدم أي دواء من الأدوية المزيبة للبلغم زي الفايسولفون أو زي السولفين أو زي مثلا ميوبرونكوفين ميوكوفيلين كل هذه الأدوية متوفرة وكثيرة في الدول السوق المصري وممكن أي هذه الأدوية يغطي ما فيش أي مشكلة نيجي للسؤال المهم هناخد مضاد حيوي ولا لا الأساس أن عدوى أوميكرون أو كورونا بشكل عام هي عدوى فيروسية والفيروس لا يستجيب لمضاد الحيوي ولكن برضو في حالات كتيرة بنستخدم المضاد الحيوي بهدف منع العدوى الثانوية المترتبة على العدوى من الفيروس ويفضل لو العين حاسس بحالة من الإعياء بدأ الحرارة تعالى الآن ياخد مضاد حيوي كنوع من الوقاية ولا توجد مشكلة الحالة دي أفضل مضاد حيوية هو مضاد حيوي ومشهور جدا واسع لإنشارة اللي هو زيسروميسن بأي شكل من أشكاله التجارية زي الزيسرومكس وزي الزيسرون وزي الزيسروكان وغيره من الأشكال ممكن برضو نستخدم أدوية مضاد حيوية من فئة الإيموكس كلاب الإيموكس كلاب زي دواء موجود في الماركت إيموكس كلاب أو زي الهاي بايوتيك أو زي الميجا موكس بجرعة حسب السن في الشخص البالغ 1 جرام كل 12 ساعة وفي السن الأصغر شوية 625 ملي جرام كل 12 ساعة برضو في مضاد حيوية تانية ممكن نستخدمها في الأدوية المضاد حيوية بشكل عام هي أدوية وساعة المجال وممكن تغطي كم كبير من الميكروبات وممكن نستخدم أكتر من نوع من المضادات الحيوية من الأدوية اللي ممكن نستخدمها برضو هي الأدوية المحسنة للمناعة قوي الجهاز المناعي لا مانع نحن ناخد بعض الفيتامينات وبعض المعادن خاصة فيتامين سي والزينك ولهم أشكال تجارية كتير جدا زي السي زينك زي زينك بلس وزي الفلوراكس وزي المجزورة وزي غيرهم من الأدوية اللي موجودة في سوق المصري ودي عددها كبير ممكن ناخد حباية من أي نوع من الأدوية دي آخر نقطة في العلاج إن في عندنا أدوية يجب إن احنا ما نقربش منها على الإطلاق ما ينفعش يكتبها إلا الدكتور المتخصص ما ينفعش ناخد أدوية مناعة للتجلط ده لازم نبعد عنها تماما فقط الدكتور المتخصص اللي بيكتبها في الأنواع من الكورونا اللي بتنزل على الصدر وتعمل الابتهاب رأوي أو في الأمراض اللي عندهم مخاطر زي الناس اللي عندهم قلب أو عندهم جلطات سابقة أو مشاكل فيه الرئة وغيره ما ينفعش برضو ناخد كورتوزونات احنا عارفة إن الكورونا جرأتنا على كورتوزونات وبدأنا ناخدها زي الأدوية العادية بديد لها أصحاب جانبية خطوة جدا ولها مواصفات معينة وجرعات معينة يجب إن احنا نرفع عنها وما يكتبهاش إلا الدكتور المتخصص متمنى أكون قدمت الحياة لكم معلومة واضحة وسهلة ومفيدة شكرا وإلى لقاء